اهلا بحضراتكم من جديد هو لا ليخاد الدور السنة دي ولا الناس دي بتتحك علينا اللي يتابع الكورة واللي يتابع العالم كله هو بيحتفل بأبطال الدوري واللي يشوف ابتهاك كل جماهير أبطال الدوري حول العالم يستقرب جدا على الفرح السكية الكتامي اللي انتهت به مسابقة الدور في مصر او تقريبا لسه ما انتهتش كمان مش معقولة ابدا هذا الصمت الغريب العجيب المريب اللي بيتوج به فريق ياخد الدوري في موسم صدف انه حقق فيه أعلى أرقام قياسية في تاريخ المسابقة ومع هذا لم يشعر أحد بل بالعكس سرعان ما تم إهالة التراب على اللقب وعلى البطل وعلى كل الأرقام اللي حصلت وظهر الأهل كما لو كان فعلا فشل الفشل الكامل السنادي الأهل في هذا الموسم حق من الأرقام القياسية ما لم يحققه الأهل نفسه أو كسر أرقام كان الأهل نفسه محتفظ بها قبل كده حصل على النجمة الرابعة ولما حصل على النجمة الرواع بقى أفضل أنديت العالم حصولا على هذه النجمة على الأربع نجمات بما يساوي أربعين بطولة وده عدد قليل حول العالم يدوبهم وكلهم تمن أندية أفضلهم وأكسرهم نجاحا تاريخيا الأهلي كل هذا الإنجاز العالمي المدهش جدا فيه أرقامه ودلالاته للأسف لم يلقى أي نوع من التكريم من التأدير حتى من الزكر والتوقف عنده بشواندس عايز أقولك أنه وإحنا هنفكر حضراتكم لأنه يمكن نسوكوا كمان اللي الأهلي جابها السنة دي هنفكركم بعض أهداف الأهلي خلال الدوري الشوارب هيتعطف علينا أنه يفرجنا كم هدف لكن الأهلي في هذه المباريات لعب 46 مباراة في كل المسابقات السنة دي في هذا الموسم المضغوط لعب في الدوري 33 مباراة بقيلوا مباراة مع المصري لعب في الكاس 3 مباريات لعب مباراة للسوبر 9 مباريات في دوري أبطال أفريقيا ليكون المجموع السنة دي في هذا الموسم المضغوط 48 مباراة في 240 يوم يعني الأهلي لعب كل 5 أيام مباراة شامل السفر لأفريقيا والترحال وا 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 cheers حق الهلي زي ما قلتلك بطولة الدوري حق بطولة كاس السوبر حل وصيفة لدوري أبطال أفريقيا وينفس الآن على اللقب الجديد في دوري أبطال بعد ما دخل دوري المجموعات وخرج من كاس مصر وخسر نهائي دوري أبطال أفريقي في هذا الموسم المتوهج للأهل في بطولة الدوري إن كنت ناسي أفكرك لا لحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد فضل الرقم الكبير باسم الترسانة 71 جون سنة 63-64 71 جون في موسم واحد إعجازة للترسانة الموسم ده لكو التيمي السكيتي الفطيس أو اللي ما حدش عايز يحتفل به ولا حد عايز يذكره الأهلي كسر رقم صامد من 63 متخيل أنت أنه الأهلي سجل 73 هدف قبل للزيادة في المباراة اللي بقياله مع المصري لكنه خلاص كسر الرقم بتاع الترسانة وكسر الأهلي الرقم القياسي لعدد المرات أو الفوز في موسم واحد عمل السنة السبعة وعشرين فوز في الموسم ده وقبل للزيادة في المباراة اللي بقي مع المصري كان الرقم السابق متسجل باسم الأهلي ستة وعشرين فوز وكان للزيادة عنده نفس الرقم ستة وعشرين السناد الأهلي في هذا الموسم الذي لا يريدون الاحتفال به ولا حتى شكر أبطال الدور دول الأهلي عمل سبعة وعشرين فوز الأهلي جاب مهاجم مغربي قبل بعاصفة من التشكيك والانتقالات العنيفة جدا صبر عليه الجهاز سنده ساعدوه كل زميله بقى وليد أزارو صاحب رقم خياسي كأعلى لعب أجنابي في الدور المصري يسجل أهداف في تاريخ البطولة سجل تمنتاشر جول كسر رقم أوتاكا النيجيري لعب الإسماعيل السابق وفلافيو الأنجولي لعب الآلكان كل واحد يوم عنده سبعتاشر جول هذا الأزارو الذي كان محل التشكيك سجل من خلال هذا الموسم الكتيم السكيتي خالص الرقم القياسي الأعلى للعب الأجنابي في الدور المصري الأهلي يقدر يحطم رقم تاني لو بإذن الله كسب المباراة الأخيرة المؤجلة اللي بقياله مع المصري الأهلي عنده دلوقتي 85 نقطة الزمالك عنده رقم 87 نقطة عملها في موسم 14-15 بس كان في 38 مباراة وده لن عزاوله بقى الأهلي حطم الرقم لو لجنا إلى النسبة أنا عملت النسبة دلوقتي الأهلي استطاع أن يحصد في 33 مباراة نسبة 86% من النقاط الزمالك في الموسم الذي حقق فيه رقم القياسي حقق 76% إذن النسبة المقاوية الأعلى هي للأهلي تمام ولكن لو الأهلي كمان كسب المطش الجاي هيبقى المقاوية وغير المقاوية طيب نشوف إحنا ما كاننا فين في العالم نشوف الأهلي بهذا الموسم مهندس اللي أخذ به الدوري قبل نهايته بستة أسابيع وحقق النجمة الرابعة النجمة الرابعة عشان تبقى الناس عارفها ببساطة العرف الدولي أنه كل عشر بطولات دوري بتاخد عليهم نجمة فالأربع نجمات السنة دي هما خلاصة 40 بطولة للدوري الممتاز الأهلي خد 40 دوري من 59 مرة شارك فيها في الدوري يعني 59 مرة أقيمت مسابقة الدوري المصري بدأت في 48-49 تعطلت وتوقفت في بعض السنوات لظروف الحرب وخلافه لكن الجدول اللي قدام حضراتكو ده جدول مهم جدا جدا جدول يضم العظماء التمانية حول العالم في تاريخ بطولات الدوري الأهلي زي ما انتوا شايفين خد 40 دوري من 59 مرة عنده 68 نسبة نجاحه 68% نسبة التتويج و 2 دوري راحوا بهدف اعتباره أولمبياكوس اليوناني عنده 40 دوري لأنه كل دول عندهم 40 دوري عندهم النجمات الأربعة بس من كام من 77 مشاركة فنسبة أولمبياكوس 52% فقط بنارول بطل الأوروغوي شارك في الدوري بتاع بلده 90 مرة خد 40 نسبة 44% جلاسكو الإسكتلندي شارك 93 مرة دور الإسكتلندي من أعرق الدوريات على ظهر الأرض نسبة نجاحه 43% الإنفل الأيرلندي شارك 88 عنده 40 بطولة نسبة نجاحه 45% ناسونال أوروغوي بصوا بقى 101 مرة 101 مشاركة في الدوري خد فيهم ل40 يعني نسبة نجاحه 40% أولمبيا الباراكوي 105 مشاركة بصوا الدوريات عريقة قد إيه بقى من 105 سنة إحنا من 59 سنة نسبة نجاحه 38% سلتك للإسكتلندي العريق شارك في الدور الإسكتلندي 109 مرة ناس دي بتلعب كرة تقريبا من قبل الخليقة ما تبدأ عنده 40 بنسبة نجاح 37% دي إحصائية في العدد الوسائقي اللي صدر من مجلة الأهل بنشكر الزميل أحمد صفوة عليها لأنه عمل هذا البحث كل أندية النجمة الرابعة هم تمانية تصدروا المشهد العالمي الأول حصل على النجمة الرابعة بنسبة 68% من عدد المشاركات وده أعلى نسبة يليه أولومبياكوس ب52 يليه لينفد ب45 يليه بنارول ب44 جلاكسو ب43 ناشنال ب40 أولومبيا ب38 سلتك ب37 طبعا هنا في مصر بقى أبا شوانس تجد أن سكوتلندا دور عديد وورجوي وبراجوي ليهم أكتر من فريق ليه لأن الدوري بتاعهم تسعين تلاتة وتسعين مباراة 101 105 109 فالأهلي من 59 نصوهم يعني الأهلي اللي لعب قدهم الأهلي اللي لعب قدهم حيعدلوا كتير قوي طيب على مستوى مصر على مستوى مصر عشان كل واحد يعرف هو واقف فيه الأهلي أخذ الدورة 40 مرة ده معناها إيه 59 مسابقة أقيمت فيها بطولة الدوري أنديت مصر تنفسه 59 مرة على هذا الدرع الأهلي خده 40 من 59 طيب البقين دون راحوا فين نادي الزمالك الشقيق أخذ 12 الإسماعيلي أخذ 3 وبعد كده فيه دوري واحد أخذوا الترسانة والمحلة والأولمبي والمقولين يعني 19 دوري تقاسموها ست فرق يعني هتلاقي الأهلي أكتر من ضعف عدد الأندية كلها مجتمعة أكتر من الضعف عدد الأندية مجتمعة الأهلي أعلى منهم تتويا الأهلي إذا كان على الصعيد العالمي هو الأول بين العظماء التمانية طب على المستوى العربي والأفريقي في عرب أفريقيا عشان تبقى المسألة قريبا بيننا وبين بعض تونس باعتبارها المنافس المبشر للكرة المصرية الدوري التونسي اتلعب سنة 57 يعني تقريبا تسع سنين بعدنا كمان التراجل عنيد العتيد أخذ الدوري 28 مرة والأفريقي 13 مرة والنجم عنده 10 دوري والصفاقسة عنده 8 الدوري المغربي أول ما تقول المغرب يقفز للزهن الرجاء المغربي الاسم الأشهر لكن تكتشف أن الرجاء المغربي تالت أنديت المغرب حصولا على لقب البطولة المغربية اتلعبت بطولة المغرب سنة 56 الوداد البيضاوي عنده 14 دوري بينما الجيش الملكي عنده 12 والرجاء 11 بص الفرق بين الأهلي وبين كل الأندية العربية الشقيقة المنافسة في الجزائر الدوري الجزائري انطلق 1962 شاببت القبائل عنده 14 دوري وفيه 3 أندية عندها 7 دوري التحاد العاصمة والمولدية ووفاق السطيف الفوارق واضحة جدا عرب أسيا الدوري الأبرز والأقوى والأشهر والأغنى والأغلى والأعلى الدوري السعودي انطلق سنة 77 الأبطال فيه الهلال الزعيم عنده 15 دوري بس الاتحاد والنصر عندهم 7 والشباب عنده 6 والدوري الإماراتي اللي حسين الشحات لسه واخد أحسن لعب فيه انطلق مع حرب أكتوبر عام 73 العين اللي نجمه أيضا حسين الشحات خاد السنة الدوري رقم 13 والوصل والأهلي كل واحد فيهم عنده 7 بطولات قلنا كده قالك يا عم ده دوري ضعيف دوري المصري هو فيه دوري يبقى الفرق بين الأول والأول والتاني باش مهندس 17 نقطة و18 نقطة قياسا على ان الدوري لما خلص السنة دي خلينا اقول لك الدوري اللي محدش عايز يذكره حتى بالتحليل الآن اللي اخد الدوري لسه بقيله مطش بس عنده 85 نقطة الاسماعيل التاني 68 نقطة يعني الفرق كام 17 نقطة مش كده؟ 17 نقطة الدوري المصري ضعيف وهزيل لانه الناس شايفة الفرق بين الأول والتاني الاسماعيل خلص مطشاته والأهلي لسا له ماتش كمان شايفين انه الدوري ضعيف ومبررهم بص الفرق يا عم شوف الدوريات البرا اللي كله بيطحم في بعض الغاية آخر ثانية سيبكوا بقى ده دوري ضعيف طب متروح للدورة الأقوى والأعنف طب هو دوري ضعيف المنافسين ما بيخدوش لإيه صحيح لا بس خد المنطق بقى من الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي اللي توج فيه منشستر سيتي وصل لمية جورديولا احتفل كما لم يحتفل من قبل بالفوز الأخير عشان جاب مية نقطة وهو متوج بس وصل للنقطة مية طب منشستر سيتي وهو البطل بمية نقطة التاني منشستر يونيتد واحد وثمانين نقطة بصوا الفرق كان بقى تسعة تاشر نقطة الفرق بين البطل والوصيف تسعة تاشر نقطة حد آل الدوري الإنجليزي ضعيف هو تقال الدوري المصر ضعيف عشان الأهلي خدوا صدقوني أي سمك الأهلي هيصدها هتطلع مضروف هتطلع مضروف أنا هقول لك على حاجة كتامي محدش احتفل بالدوري ولا حاجة خامس ولا الآل كأنه عمل حاجة والكلمة اللي بتتقال ده دوري ضعيف شوفوا انجلترة حسافلت ازاي بس أنا جملك احتفال انجلترة لا بس كلمة انهم مترددش كمان كل شوية هم محتفلوش عشان الدوري ضعيف مين اللي بقولوا الدوري ضعيف طب ايه الاحتفال ده الديني مبرر لعدم الاحتفال لا مش عاجين يحتفل الديني مبرر انت اللي بيحصل بقى النشاط الديني مبرر انك تيجي تعمل ماتش الاهل وزمالك بحكم مصريين الديني مبرر ان الفاينال يتعامل عليه المشاكل دي كلها الديني البتاع الكاس الديني مبرر ديني كل هذه الضوضاء كل هذه الضوضاء حتى ليحتفل الاهل بانتصار عشان اللقطة دي ما تبقاش مصري بصوا بقى منشط ستر سيتي وهو في افراح واحتفالات وهو حاسم الدوري من بادري محدش الاهل ده كانت مضمونة والاهل هيحتفل برضو باذن الله هتشوف احتفاله يبقى شاكله ازاي باذن الله ده الاحتفال الانجليزي بمانتشستر سيتي وهو يتوق ده عايز تروح انت فين لا اسبانيا اقوى امتع واقوى واللي فيه بقى اقوى فرقتين في العالم برشلونة 90 نقطة اتلتكم مدريد كاما؟ 78 وريال مدريد 75 يعني كم نقطة؟ 78 لتسعير 13 نقطة 13 نقطة وبينه وبين ريال مدريد 15 نقطة اتا متخل برشلونة بينه بالريال مدريد 15 نقطة عشان لما يبقى بين الاهل وزمالك 24 نقطة الناس مستغربة هل الفرق الكبير بين برشلونة والريال او حتى اتلتكم مدريد الوصيف خلى الناس دي ما تحتفلش برد الفرحة طب اتفرجوا على احتفالات اتفرجوا بقى احتفالات برشلونة عاملة زي في كتالوني احنا مش عايزين ليه الناس مش عايزة تعيش لحظة الفرحة ليسا قفت الاحتفال والفرحة والبهجة مش عايزين نتعلم برضو اكي الناس اخاف لا بقولك ولذلك الاهل علي ان يحتفل هكذا انت انتزع حقك ابراهيم ما عادش حد اقولك اللي عايزين اردت بقى انا احتفالي كل حاجة اقولك ما نعمل موتش الاهل بزمالة بحكوم مصري هو ده ما خلاص بقى حسام شغل التفطيص وانا ليه ما تدينيش فرصة ان انا اسعد جمهور ويحتفل مع الناس واشكر لعبتي ليه بتدخلني في القصة دي كل ماتش مشكلة كل ماتش مشكلة طيب فرنسا ده انا على فكرة ده احنا من خلال المقارنات دي احنا اتشف ان الدوريات القوية هي اللي فيها الفوارئ الكبيرة لان انديات هي اللي بطالها كبير بطالها قوي وبيحسم باريس سان جورمان اتنين وتسعين طب موناكو 77 يعني 15 نقطة ادي فرنسا وعملوا في الاحتفال هات يا شوارب هات يا شوارب وروح فرنسا يا شوارب على فرنسا يا سيد ودينا بصوا تفضل 15 نقطة فرق وباريس سان جورمان حاسب من بدري ومع هذا عاشوا اللحظة وفرحوا جمهيرهم هي دي الكورة يا سيدي علشان فيه جاء انا بس هنعلق بعد ما نوري الناس بص طب المانيا ها المانيا بقى دوري ضعيف قوي باير ميونيخت 84 وشلكة 63 19 نقطة ألمانيا كل دي الدوريات الضعيفة اللي زحلتنا طب ما تشوف باير ميوني اخوة بيحتفل اهو هتلاقي احتفالات الألمان صاخبة جدا وقوية جدا باحتفالاتهم وهم رفعين درع الدوري وبيرقصهم على منص التتويج يلي اتحرمتوا من التتويج بص في كاس مصر سيتم الاحتفال فور انتهاء المباراة ايوه وحيتعامل ايه بقى ام تذكر كلامي ام المراسم اللي هتتعمل ام هو ازاي ازاي ديلك اللقطة التي تستحقها كل اللي شايفك هو مفيش غيرك بكفايا عليه كده يا جماعة يا جماعة اللي مايشوفش من الغربان لمؤاخزة ها يعني يا شوارب يا ربية تسمح لنا بزيادة في الوقت عشان نستكمل الموضوع المهم اللي رابط به المهندس عدد بتاع الكاس والتحكير الموضوع لليه علاقة زيادة الصلة ده هذا له علاقة لماذا لم يتم الاحتفال بالاهلي فهنستقزمكوا في نص ساعة زيادة هو الاهلي الاهلي جالوا الدوري ومحتفلش ده فضله يكلمونا على الاعتبار برضو الاهلي لمش في الكاس برضو ويفتاصلك الدوري ليه أيوا اصلا احنا هنصنع اصلا مش لحن نصنع كلام بتاع السنة اللي فاتت اصلا الدوري لا يا ليق اصلا الدوري الدرع الجديد مش عارف حتكلف كام حتى اصلا الاهلي مش محتاج لقب اصلا الناس كلها عارفة عارف الكلام ده ده كلام حقه يرد به باطل هذا كلام وعلى الاهلي إذا لم يحتفل باتحاد الكرة كمان بغي أن يحتفل بأهم نادي لديه فليحتفل الاهلي بالاهلي بجماهيره ويحتفل بنفسه إحنا عندنا احتفال من نوع خاص ده أهم بطولة في العقد الجديد كملت النجمة الرابعة أنت تتصدر العالم في التتويج الآن أنت تتصدر العالم